موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله أحبة المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج لا إكراح الفقه وسؤال التطوير هذا هو محور هذه الساعة من البرنامج سنثير مجموعة من التساؤلات تحت هذا العنوان الرئيس ما الفقه ومن هو الفقه ما حدود التحرك للفقه ما حدود حرية الفقه ما دوره في زمن الديان اي هل هو ذاته في زمن الناقة ما الوظيفة التي يؤديها اليوم الفقه وهل تختلف باختلاف نسق الوعي وطبيعة التقانة والتقنيات التي بتنا لا نستطيع اللحاقة بها هذا السؤال وبمعيته هذه التساؤلات سأثيرها وأطرحها على ضيوفي في هذه الساعة أرحب بهم أجمل ترحيم سماحة الشيخ الدكتور كامل الفهداوي الناتق الرسمي باسمي مجلس علماء الرباط المحمدي حياكم الله ايضاً أرحب بسماحة الشيخ نور الساعدي الباحث الإسلامي حياكم الله هياك الله دكتور تحية لك وليضيوفك ولكادر القناة والمشاهدين حياك الله حياك الله وأرحب أيضاً بسماحة السيدة الدكتور حسين المجاب الباحث والأكاديمي حياكم الله حياكم الله الله يبرك بكم إن شاء الله كل التوفيق والسداد لك ولجميع الضيوف آمين جميعا إن شاء الله البداية معك سماحة الشيخ البهداوي ما الفقه ومن هو الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابتي والتابعين له بإحسان حياكم الله دكتور حيا الله قناة العراقية وضيوفه الكرام حقيقة الفقه معروف ومعرفة الحكم الشرعي من خلال الأدلة التفصيلية كيف نصل إلى الحكم الشرعي من خلال استعراض الأدلة من القرآن والسنة والتفرعات الأخرى من العقل والقياس والإجماع أما الفقه هو صاحب الملكة الذي يستطيع أن يستعرض كل هذه الأدلة بما يحمل من علوم تمكنه من استخلاص الحكم الشرعي بما يحمل من مجموعة كبيرة من العلوم حقيقة يعني علم القرآن علم اللغة علم الحديث علم الفقه يكون مؤهلا إلى أن يستعرض هذه الأدلة إضافة لما يحمله من علوم تلامس الواقع علوم حديثة يعني يكون مطلعا على الواقع لا يمكن أن يعيش في العصر القديم ويضع فتاوى لهذا العصر عليه أن يحيط بمجموعة العلوم مجموعة الأفكار الموجودة من خلال كل هذه المعطيات ممكن أن يعطي حكما شرعيا يلائم يعني ما يريده الله عز وجل وما يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكونوا واقعين طيب يعني بهذا اللحاظ وهذا التعريف هل نستطيع أن نعتبر أو نعد الفقه هو ضرورة من ضرورات الدين التي لا نستطيع أن نتخلى عنها حقيقة موضوع الفقه موضوع يعني نستطيع أن نقول موضوع خطير لأن الأحكام تتجدد في كل عصر وفي كل بيئة فلابد أن يوجد الفقه الواعي الذي يستطيع من خلال ما معه من علوم واستعراض أدلة إعطاء رأيه في كل مرحلة من المراحل في كل ظرف من الظروف ربما الدول تتوقف على فتوى من الفتاوى هذا رأينا ضرورة نعم ضرورة نعم ضرورة لازم شيخ ساعدي يعني رأي الذي أنصتنا إليه هو يعبر أو لسان حال مدرسة السنة والحديث ضمن مدرسة أهل البيت هم تمت تماهن تمت اختلاف فيما يخص ما الفقه ومن هو الفقه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلي محمد طبعا لا يخفى على السادة العلماء اللي جلال ساتذتنا أنه الفقه في اللغة هو الفهم نعم لكنه اصطلاحا هو مجموعة الأحكام الشرعية التي تخص أفعال المكلفين طبعا يعني فعله المكلف يتعلق بحكم شرعي ولذلك الفقه هو القادر على صناعة الحكم الشرعي حكم الشرعي هو صناعة يخرج من أدوات والفقه هو الشخص القادر بعد أن فهم دراسة الأدلة وتطبيق القواعد الفقهية على استخراج الحكم الشرعي كصناعة مما من الأدلة ولذلك الفقه ربما يختلف عن المرجع المرجع هو صاحب الفتوى أما الفقه لا ممكن أن يكون أي إنسان تدرج في العلم ممكن أن يكون فقه يعني تفقها في الدين يعني يفهم الأحكام الشرعية وكيفية التعامل معها أما أن يكون مصدر للفتوى هذا أعلى أو هذا ما يقوم به المرجع وعليه الفقه اليوم نعم المعيار في الفرز والاختيار بين المرجع والفقه ما المعيار؟ هناك أمور مكتوبة في الرسائل العملية أن المرجع التقليد هو الأعلم يعني الأقدر الذي يمتلك ملكة الاجتهاد اللي هي حالة نفسية لا تزول يعني لا تكتسب ولا تزول إلا ببطء شديد اللي هو يكون عنده استخراج الحكم الشرعي نوع من أنواع البديهيات شرط الأعلمية يعني هل ما زال يشتغل إلى حد هذه اللحظة؟ يعني أرى بالمتابعة أن هناك شروط أخرى مثلاً زحلقت الأعلمية إلى مستوى متأخر يعني هناك مثلاً المقبولية هناك ثقة الخبرة وليس شرط الأعلمية يعني الأعلمية تعتبر مثلاً تاج بالمطلب باعتبار أنه يراد لمن يرجع إليه في التقليد أن يكون أعلم الموجودين وإلا فما ميزته على الباقين إذا كان هناك من هو أعلم منه فيفترض طبعاً بالمناسبة ما أشرتم إليه موجود يعني حتى بعض الفقهاء أنا قريت يعني يجعل شرط الشجاعة بالمرجح أن يكون شجاع يعني في بعض الأحيان تحتاج القضية علم موجود نعم قدرة موجودة بس ماكو شجاعة على أصدارها مثلاً تبار بعض القضايا تخص شؤون الأمة وتكون مفصلية ومصيرية إذن نحن نتفق أن الفقه من الضرورات أصلاً هو شيء لا يستغنى عنه لأنه لدينا رواية تقول ما من حادثة إلاها ولها حكم حتى إرش الخدش طبعاً إرش الخدش يفسر أنه هذا الخدش ومرة لا يفسر المساحة بين الثمن وأعلاه هذا الخدش اللي ممكن يكون هو الإرش حتى هذا إلى حكم شرعي في الفقه إذن لا يتحرك الإنسان خطوة منذ أن يفتح عينيه حتى ينام إلا بأحكام شرعية كيف لا تكون ضرورة؟ طبعاً سمحت السيد يعني هل لديك إضافة حول هذا السؤال ما الفقه ومن هو الفقيه ربما تنير مساحة لم يتطبق إليها الشيخان أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وولايا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم إن العلم نور فأسكنه قلوبنا يا رحم الرحمن ليس بعيداً عن الأساتذة الكرام في قضية أن الفقه هو من الأبعاد التي تعددت وأخذت زوايا إلا أن الفقه من التطور إلى عملية الإنكماش ولعل ذلك يفهم من خلال أن الفقه هو عبارة عن التشريعات الإسلامية التي انطلقت مرة من لسان المعصوم وبالتالي هنا لا نستطيع أن نسميه إلا الغوص في بطون المفردات وأحكامها لذلك نسمي مثلاً الإمام الباقر عليه السلام عندما غاص إلى بطون العلم باقراً وكذلك الإمام الصادق عليه السلام إذن هنا الفقه عندما يكون من لسان الإمام بعد عصر الغيبة أخذ الفقه مناحي متعددة في الفهم على مستوى أن يكون هناك التزام علمائنا بمقاييس التعلم وتحصيل الملكة وإيجاد القدرة على الإفتاء وعلى التواصل مع المجتمع لأن الفقه الآن هو بديل الإمام المعصوم فالفقه ينبغي أن يكون له درجة من الوعي أن يكون رابطاً ما بين الأرض والسماء ما بين الشريعة الإسلامية التي هي تجسد كلمة الله وما بين المجتمع وكيف خروج هذا المجتمع من واقع إلى واقع أمثل وهو الواقع الذي أراده الله سبحانه وتعالى هذه الإجابة تشهي بوجود مراتب للفقه بالتأكيد بالتأكيد لأننا نعيش مع روايات أمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام أن هذا الفقه ما أراده الله تبارك وتعالى ولأن الإمام ناظر إلى بواطن الأمور وعارف بالأحكام الشرعية بكل تفاصيلها إلا أن بعد عصر الغيبة بعد انتقالنا إلى مرحلة أخرى أصبح الفقه عملية اجتهاد وتواصل بالدائرة التي قيدهم بها الله تبارك وتعالى وهي دائرة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فالفقه في عصرنا أو ما بعد عصر الغيبة هو الشخص الأكثر تقيداً ومراعاة للنص القرآني وللنص الحديثي طيب نعم شيخنا الفهداء إلى نبتعت كثيراً يعني عندما نتحدث عن فقيه جامع للشرائط لديه القدر على استنباط الفكم الشرعي ربما يدور في خلد البعض ما المعيار الذي يحدد حرية هذا الفقيه ما المسالك التي يتحرك فيها هذا الفقيه ما حدود التي يتحرك فيها هذا الفقيه وهل تختلف هذه الحدود من بيئة إلى أخرى من زمن إلى آخر حقيقة هناك ثوابت وهناك متغيرات يعني الثوابت الأساسية هي الحفاظ على الضروريات الخمس المعروفة يعني حفظ الدين والنفس والمال والعرض فهذه دائرة ثابتة لا تتغير واجب الفقيه هو المحافظة على هذه الدائرة وإيجاد يعني في كل عصر ما يعني يحافظ على هذه الدائرة الأساسية والثابتة وهناك متغيرات حسب الظرف على الفقيه أن يكون يعني مواكبا لذلك لا يفتاء إلا من هو في داخل البلد يعني هناك إفتاء من خارج البلد على قضايا تخص وهذا رأيناه حقيقة في صراعنا مع داعش هناك فتاوى تأتي من خارج الحدود تقيم كما يظنون من خلال الإعلام ولا يأتون إلى من هو مع الحدث مع الصراع مع المواجهة الفقيه يجب أن يكون حاضرا يعني يستعرض جميع الجهات وينظر إلى الأدلة ويعطي الفتوى الملائمة التي تلائم هذه البيئة تلائم هذا العصر فالفقيه يجب أن يكون يعني يدور مع مجتمعه يدور مع الأحداث حتى العالمية ربما فتوى يعني بدون وعي عالمي ومعرفة الصراع العالمي ربما يضر في البلد يجب على الفقيه أن يكون يعني وعيه ليس فقط في الأدلة وإنما حتى في الصراعات العالمية حتى عندما يعطي الفتوى تكون هذه الفتوى ملائمة تعطي مصالح الناس تؤدي الغرض الذي يريده الله عز وجل طيب شيخ نور الساعدي من خلال هذه الإجابة دعنا نتحدث عن دورة حياة الفتوى يعني قبل قليل قلنا أن الفقيه أو أن الفقيه هو الجامع للشرائط هو المتمكن هو الذي لديه دربة لديه تاريخ لديه انكباب على الدرس وعلى القراءة ما أهله أن يكون فقيها ومجتهدا يطرح الفتوى ولكن هذه الفتوى لها دورة حياة لها موعد خصب لها طقس مناسب فتولد بالتالي لا أعلم هل هذه الطقوس ثابتة هل هي متغيرة هل هي بالإمكان أن تكون حاضرة في كل الأزمنة شوف هنا لدينا عدة حناوين ربما نؤسس أولا أن القرآن استخدم أسلوبين مرة أسلوب الإجابة على السؤال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيته للناس والحج ومرة لا يسأل النبي عن سؤال فتبدأ هنا دورة حياة الفتوى أن النبي يملك القدرة على التشريع باعتبار أنه نبي مرسل أما الفقي عندما يطرح عليه السؤال فأول ما يتوجه إلى الأدلة الأربعة إذا كان هناك نص في القرآن انتهت المسألة يفتي تبار هناك نص إذا لم يكن هناك نص يذهب إلى الحديث النبوي أو روايات أهل البيت سلام الله عليهم المشكلة تحدث في حال عدم وجود النص يعني ما يسمى بالفقه ما لا نص فيه أو يسمى منطقة الفراغ اللي هي ما أكون أصانا ما وجدت نص يخص مثلا التدخين أو ما لقيت مثلا فد نص يخص الساتيلايت استخدام بعض التقنيات مثلا التداول اليوم على مواقع أنا أفتح الناتة أداول فوركس يذهب الفقيه إلى الأصول العملية شنو الأصول العملية؟ هي موقف الشريعة باتجاه الحكم الشرعي أنا ما عندي دليل بس أنا شنو موقف من التدخين براءة احتياط استصحاب شنو موقفي من عنده؟ هذا أكثر الأحكام حاليا تذهب إلى الأصول العملية أكو شيء ثاني عدنا بالفقه شيء اسمه العنوان الأولي وأكو العنوان الثانوي من مرة بالعنوان الأولي لا يجوز الربا موجو ماكو ربا حرام لكنه بالعنوان الثانوي لدينا ربا بين الوالد والولد جائز سموه عنوان ثانوي هذه الأحكام هو ما يعتمد عليه حاليا الفقهاء حسب حدود الطلاعي بالتعامل مع فقه المغتربين يعني اليوم المغترب مثلا يجي سؤال يقول أنا أعمل في فندق بس الفندق يقدم مشروب أقدر أنا أقدم المشروب مع الأكل يعني شنو موقفي طبعا حرامة هنا أدنا ناقله وشاربه وبائعه أدنا هذا الفقه الأولي للصمر يقولون هذا بالعنوان الثانوي يجيز بعض الفقهاء إذا كان هو يقدم طعام وهذا لمن يستحله ممكن أن يقدم يقولون هذا بالعنوان الثانوي يفضع للمغتربين وهكذا عنوان أولي قناة التحرك لدى الفقه هي منطقة الفراق فيما لا نصف طيب سمحت سيد حرية الفقه أو المجتهد وحدود التحرك ألا تدخل مسبقات الفقه أو المجتهد في التأثير على الفتية يعني مثلا البعض عندما يأتي إلى بعض فتاوى الماضين من العلماء يقول هذه الفتية انطلقت لأن الفقيه عاش على سبيل المثال طفولة جائعة أو الفقيه عاش في طفولة فيها قسوة لذلك مثلا لا يستفتى من ليس في بيته دقيق قاعدة لأنه جائع بالتالي مقدار تأثير المسبقات والحالات الشخصية على الفقيه ألا تؤثر على بوصلة الفتية؟ الحقيقة هذا موضوع جدا مهم ودقيق ومرة نتكلم فيه على الأصل والإرادة الإلهية ومرة نتكلم ونتعاطى بواقع اجتماعي ملحوظ ومنظور الواقع أن يكون الإنسان فقيها جامعا للشرائط لا ينبغي أن يكون هناك أي أجندات مسبقة في عملية استخلاص الفتوى واستثارة الناس نحو الله تبارك وتعالى ورضاه وبالتالي الفقيه الذي نسميه فقيها أو المقياس القرآني الذي يسمي الفقيه أو الفقيه الذي يسمى في منظور أهل البيت عليه الصلاة والسلام يجب أن يحظى بمقبولية أخلاقية أدبية وسلوك من بعه الله ورسوله وبالتالي أنا أأمن أن أكون قد وضعت عقلي وقلبي وفكري وغالبا ما نقول أن هذا يبعث في الأطمئنان لهذا الفقيه ولذلك أذهب في العمل وفق فتوى أما بعض ما نراه من مشاهد في الواقع الاجتماعي المعاصر في قضية التصدي في كثير من الحوارات سواء كانت هذه الحوارات يعني على مستوى التواصل الاجتماعي أو على مستوى علماء خارج العراق أو في داخل العراق بعض الأحيان يحاول أن ينال بطريقة وأخرى من العلماء الآخرين فيحاول أن يشوه صورة الواقع المرسوم للفقيه ومسمى الفقيه الذي بنت العقول والقلوب على أساس فكره الاندماج في الشريعة والعمل في الشريعة والأمر خطير جدا في الحقيقة من أننا يجب أن نحظى بإطمئنان قلبي وإطمئنان علمي إلى أن هذه الفتوى مصادرها الأساسية في العمل هو مقتضى رضا الله ورسوله هذا الإطمئنان طبعا هو وذاته أيضا مشكلة في كيفية تحصيل الإطمئنان في كيفية تحصيل الإطمئنان خاصة وبالتالي نحن نتحدث عن كلمة فقه يعني كلمة الفقه هي العلم مع الفهم وليس فقط علم لأن هناك كثير من العلماء لكن ليس كل هؤلاء العلماء فقهاء العلم مع الفهم هو جزء من مقتضيات أيضا تحصيل الإطمئنان عند أهل الخبرة ثم عند العوام عند الناس ولذلك كان هناك مقلد وكان هناك محتاط وكان هناك فقيه كبير هناك تتم وليس إشكال حول هذا الأمر ولكن بعد الفاصل أيضا سأكون معك سماحة الشيخ الفهداوي وأسأل عن أهم العقبات أو التحديات التي تقف أمام الفقيه اليوم مشاهدين الكرام فاصل قصير أول ثم نعود إليكم من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين لمن فاته متابعة جزء الأول من هذا الحوار تحدثنا عن ما هي الفقه والفقيه وما دور الفقيه وما زال للحديث تتم أرحب بضيوف العزاء الشيخ الفهداوي والشيخ الساعدي والسيد المجاب البداية أيضا معك سماحة الشيخ الفهداوي في هذا الجزء ما العقبات التي تقف أمام الفقيه وهل هذه العقبات هي ذاتها التي كانت في زمن الناقة نفسها في زمن الديناي نفسها في زمن القبائل الإفتراضية فقط هناك اختلاف في الشكل والمسميات حقيقة لو جاء الفقهاء الذين نعتمد عليهم في بحوثنا ودراساتنا وواجهوا هذا العصر لغيروا كما فعل الشافعي عليه رحمة الله عندما كان في العراق كان له فقه ويدرس لكنه عندما ذهب إلى مصر غير الكثير من الأحكام الفقهية بما يلائم ذلك المجتمع علة التغيير المجتمع اختلف المجتمع العراقي يختلف عن المجتمع المصري ولكن الثوابت الإسلامية واحدة لا الثوابت واحدة ولكن كثير من الأحكام عندما نقرأ في الفقه الشافعي نرى أنه غيرها طبيعة المجتمع المصري له انفتاح أكثر من المجتمع العراقي فحتاج إلى أن يعدل ويغير في بعض الأحكام حقيقة الفقه اليوم يواجه مستجدات كثيرة جدا وكيف يتعاطى مع انفتاح الموجود الآن في مثل السوشيل ميديا والقنوات الفضائية كما ذكر سمحت الشيخ أحكام المغتربين هذا كل شيء جديد لم يكن في السابق ما حصل من أضرار للمجتمعات اليوم ودخول المخدرات ودخول الأمور الأخرى المستحدثة كله يحتاج من الفقه أن يكون متوازنا في إيجاد حلول لا تقطع من قبل الجيل بأنها لا تلائم هذا العصر وإنما يتدرج بالأحكام في التعاطي مع هذه الفئات كيف يكون مقبولا في المجتمع كيف تكون الفتوى ملائمة للتطور الموجود الآن والحاصل طيب برأيك اليوم هل يوجد لدينا فقيه لديه هذه الجرع الشافعية أنه يغير الفقه جملة وتفصيلة أو مجله لأنه انتقل من دولة إلى أخرى من مكان إلى آخر حقيقة التقليد هو الغالب والتصدي قليل هذا حقيقة نشكو منه الشباب يريدون من الفقهاء هناك الآن تقريبا حاجز بين الشباب وبين الفقهاء لأن ما يطرحه الفقهاء متعلق بالأزمنة الماضية الشباب لا يرون فقيها يجلس معهم في المقهى ويتحدث إليهم ويبين لهم الأحكام ربما هناك عدد بسيط ولكن ليس بالمستوى المطلوب بالتالي هذا الكلام يشي بوجود قطيعة بين الفقيهون ومجتمع وإذا كانت هناك قطيعة بين الفقيهون ومجتمع الشيخ ساعدي فبالتالي الفتوى الصادرة لا يمكن أن تكون منائمة لأن هناك قطيعة إذا ثبت أن ما تفضل به سماحة الشيخ الفهداوي له وجود ووقع حاضر طبعا من حيث العقبات التي تواجه الفقيه أن الفقيه يأمل ضمن أدوات العقبات ربما تكون بمساحات معينة مثل عدم تقبل العرف لبعض الفتاوى العرف يعني ربما في بعض الأحيان يستنكر ويستغرب من بعض الفتاوى فربما يعني نعتبر هذه أما أن الفقيه يغير نعم لدينا اليوم فقه تغير عند السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه عندما سافر إلى أوروبا لإجراء عملية جراحية وعندما عاد غير رأيه بنجاسة ملة نجاسة الكتابيين ولدينا اليوم في طبعات السيد السستاني دام ظله العالي طبعات القديمة تجد فيها تغيير لبعض الفتاوى خصوصا ما يخص الحج أو بعض الفتاوى هنا وهناك نرى التغيير يحدث في حال وجود أدلة أو ظهور أدلة لدى الفقيه تثبت مخالفة الرأي السابق أو على الأقل تقليلة مثلا ممكن أن يكون احتياط وجوبي فيكون بالاحتياط فقط مثل بعض الفتاوى الموجودة التي هي كثيرة يمكن أمثلتها وبمرحلة أخرى اللي هو القطيعة مثلا بين الفقيه والمجتمع الفقيه اليوم كما أشرنا بالبداية أنه مرة يسأل ومرة لا يصدر بيان بخصوص قضية مثلا تحدث مثلا ظهور اليوم أطفال الأنابيب مرة أنا أوجه سؤال للمرجعية بجواز تلقيح بالأنابيب أو إيجار الرحم مسألة إيجار الرحم إيجار الأرحم مثلا أو مثلا عندنا هذا التلقيح الحيمن والبويضة الخارجي نعم واستإيجار الرحم هذا ممكن أن يكون يعني هو مستحدثات ما كانت موجودة سابقا قبل مئات السنين مثلا ما موجود هذا العلم لم يتوصل إلى هذا كيف يتعامل الفقيه يرجع إلى القواعد الفقهية يعني القاعدة الفقهية احنا عندنا أكثر من مئة قاعدة فقهية وعندنا أيضا أكثر من مئة قاعدة أصولية القاعدة الأصولية التي هي تنجب الاستنباط والقاعدة الفقهية التي هي على ضوءها يكون التطبيق مثل قاعدة الياد وأنا في الضرار يعني القواعد الفقهية الموجودة مثلا قاعدة الياد التي استخدمها أمير المؤمنين في قضية فدك إنه الفقهية يقولون ما كان تحت ليد دليل على التملك فأمير المؤمنين قال أنا واضع اليد على فدك مثلا هذا تأسيس لقاعدة فقهية الفقهية يطبق أما بعض الصعوبات أنا ما شفت سؤال انطرح على المرجعية أو مراكز الفتية واتذرت عن الإجابة نعم يتوقف بعض العلماء مثل فتوى السيد السستاني باتجاه التطبير يوم عندما تسأل مكتب السيد طال الله في عمره الموقفة في التطبير مثلا السيد يتوقف عن هذا لعدم وجود دليل أو أن الموضوع ليس من الأمور التي تخص الحياة طيب يعني الجوهرية للإنسان ربما هناك لا يتعلق بالشعار نعم ربما هناك حذر من العرف ربما ربما هناك حذر من العرف هذا هو اللي يقول ربما سمحت السيد بهذا اللحاظ الآن البحث الفقهي أو المجتهد بهذا اللحاظ هو ملبن لحاجة الواقع نستطيع أن نثبت هذا الأمر الفقه بما هو فقه ناظر إلى العناوين الفقهية الرئيسة التي تبناها وهي العلماء وكل من سبق من العلماء فينظر لهم بنظرة الاعتزاز والانتماء وبعد ذلك ينظر إلى الواقع الاجتماعي الذي يعيشه ويلبي حاجة المجتمع الذي يعيشه فما من مسألة إلا ولها حكم نعم والفقه الجامع للشرائط هو الأقدر والأمكن على أن يعطي لكل مسألة حكم ولعل هذا الحكم من واقع اجتهادي أي من القرآن ومن السنة أو بواقع وظيفي أي من الوظائف العملية التي ذكرها سمعت الشيخ وهي الاحتياط والبراءة والتخيير والاستصحاب وبالتالي المكلف يبحث عن ما يعمل به ولا ينظر إلى كون أن هذا دليل اجتهادي وأن هذا وظيفة شرعية يريد شيء يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة على ذكر المكلف متى يستغني المكلف عن الفقه الحقيقة أنه هل هناك موارد في حال أنه يكون إنسان محتاط مثلا هذا من حيث فلسفة الجانب العلمي الدقيق نميز أن هذا مقلد وهو ما يقوم بعملية التقنيد للفقه الجامع للشرائط أو أن يكون محتاطا فيعمل بأصعب الاحتمالات للتكليف أو يكون هو بذاته مجتهدا فيعمل وفق ما رأى من الاجتهاد الذي وصل إليه طيب يعني هنا المكلف مجبور على أن يقلد في مجال المعاملات معاملات والعبادات ولكن في مجال العقائد أصول الدين أصول الدين هذا ليس فيه تقليد يحتاج الإنسان أن يتواصل في معرفة الحق والحقيقة وعندما نتحدث عن قضية أصول الدين نتحدث عن الجانب الحقائقي أي أن كل ما يمكن للإنسان أن يعرفه عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته وعن ذاته ويتحدث عن النبوة والإمامة والمعاد هذه كلها أصول الدين ليس فيها تقليد نعم هذا مصدق لقوله تعالى فاعلموا أن لا إله إلا الله لذلك المكلف يجب أن يكون لديه دليله الخاص على أن الله واحد ودليله الخاص على نبوة النبي صلى الله عليه وآله عقائد بمعنى أنه لا يجوز التقليد في هذا المجال شيخ الفهداوي ونحن نعيش في عالم العالم الرقمي عالم الإنسان الرقمي المواطن الرقمي إن صح التأمير البعض يقول أنا لا أحتاجي الفقه يوجد لدي مرجع اسمه جوجل على سبيل المثال ما أحتاجه أكتب في هذا العالم الكبير وأحصل عليه بالتالي الفقه بات حالة ثانوية حالة لا يشكل متنا لي بل يشكل هامشا طبعا مثل هكذا أمور تثار من قبل أدعيات الثقافة أو الملاحدة أو المنكرين أو المتشبهين بهم أو المتأثرين بهم بحاجة نحن إلى إجابة حقيقة الذي يطلع على ما موجود من خلال هذا الشبكة العنكبوتية يعني ويبحث في مسألة من المسائل يجد شيء وضده وحقيقة نحن يعني نرأف بالشباب كثيرا يعني كيف يستطيعون أن يسيروا في هذه الحياة أمام هذه التناقضات ففي كل مسألة تجد أن هناك رأي وهناك رأي مناقض له والشباب اليوم في حيرة من هذا الأمر فلذلك ترىهم يتخبطون مرة في هذه الجهة ومرة في الجهة الأخرى فلابد أن يعني موضوع المرجعية يعني أن يعود له مرجع أو يكون له شيخ يأمل له وهذا الشيخ له تاريخ أصيل ونحن ولله الحمد في العراق يعني هذه المدارس الموجودة في داخل هذا البلد مدارس على مدار مئات السنين صدرت ثقافة سلام وثقافة تعايش وثقافة توازن في هذا البلد ربما يحسدنا عليه البلدان الأخرى فمن خلال هذه المئات من السنين لم يكن هناك سرع ديني بين ما موجود في داخل هذا البلد من أديان وأيضا ما موجود من طوائف دليل على أن هذه المدارس هذه مدارس أصيلة أصيلة بتاريخها أصيلة بمعانيها بما تحمل من مفاهيم وسطية تدعو إلى التعايش وإلى السلام وإلى قبول الآخر فمن ينتمي لهذه المدارس ويكون له شيخ يعني يثق به ويعود إليه سيدله على الرأي السديد والذي يلائم مجتمعا المشكلة الأراء التي تأتينا من الخارج نحن في داخل العراق لا نعاني من هذا التنوع وجلستنا دليل على ذلك المدارس الأخرى التي تتبع إلى دول أخرى إلى مناج أخرى يحرم هذه الجلسة طيب شيخنا الساعدة البعض ربما يرى هذا السؤال منطقي والبعض الآخر يقول لا هذا السؤال هو يعكس نظرية المؤامرة بأعلى وأوضح صورها التعليق لك أنا أقول أن من يدعي أن جوجل يجيب على سؤاله أقول أن ما موجود في جوجل هو نتاج مئات السنين لفكر العلماء فمن أراد أن يستغني عن العلماء ويقول أنني لا أحتاج يجب عليه أن لا يعتمد على نتاجهم الذي ينكره اليوم كل ما موجود أنت تقول يا أبا تسألك واحد سؤال يقول يا أبا شنو حكم يقول لك موجود واضح واضح لأن الفتاوى مئات السنين تتكلم به ليس فقط جوجل موجود إنما يقول أنا لا أحتاج إلى الفقيه بالإمكان أنا بات لدي من المعلومات ما يؤهلني من أين أتت هذه المعلومات هي النتاج الفكري للعلماء تمام يعني هي ما أتت بشيء شخصي حتى أنا أنكر لا لا أنت بسبب تراكم وجود العلماء والفتاوى أصبحت الأمور بديهية يعني أنا أريد أن أقول وعليه هذا الموضوع غير صحيح أريد أن أقول أن هناك استسهال في عملية أن يحل المواطن أو الإنسان البسيط بحل الفقيه يعني فاتهم ربما أن الفقيه حتى يصل إلى هذه الرتبة يجب أن يمتلك 16 علم 16 علم يحتويه الفقيه منها البلاغة ودراسة شؤون النحو والفقيه وعلم الأصول ومن ضمنها مثلا البلوغ ومن ضمنها يعني 16 رقم أو 16 عنوان يجب أن يجيده الإنسان حتى يقول أنه فقيه طيب أنا أريد أن أؤسس لهذا المعنى يعني ليس بمجرد أنك عرفت موقعية الفاعل في الجملة أو حضرت دورة تدريبية في التنمية البشرية بدت مؤهلا بأن تناقش الفقهاء وترى بنفسك بأنك مؤهل إنما المسألة كما أشار سماحة الشيخ أنت بحاجة إلى أن تعرف 16 علم حتى تنتج فتوى وتنتج وتصنع فتوى سماحة سيد هل هناك تلازم بين تطور الفقه وتطور المجتمعات؟ يعني كلما تطور المجتمع واتسعت حاجاته يجب أن يتطور الفقه الفتوى الحاضرة الحقيقة هي نابعة من رحم الحاجة من الواقع الاجتماعي تمام يعني هناك كثير من الفتوى تلاشت وانتهت لماذا؟ لأنه لم نجد لها تطبيق في الواقع الاجتماعي كذلك قضية نسح البئر إذا ما وقعت فيه نجاسة الآن غالبا الجميع يأتيه الماء في أنابيب إذن رحم الحاجة هو الذي ينتج الاستحداث في الفقه الإسلامي وكل ما بقي على حاله يمكن استعمال الفتوى الشرعية الحاضرة التي عمل بها الفقهاء سابقا ولاحقا يبقى عملية التغيير الحاصل في الواقع الاجتماعي أو مستحدثات الأمور أغلب فقهائنا في رسائلهم العملية لديهم ملحقات في المستحدثات ويوجد هناك كثير من عملية السؤال والإجابة عن طريق مكاتب الاستفتاءات وحضور للفقهاء في إدلاء أي مسألة من المسائل الشرعية قضية التغيير التغيير فيما يمكن تغييره لعله الفقه الإمام الجعفري هو من أندر أندر ساحة علمية يمكنها التواصل مع الجميع وجه الندرة وجه الندرة أن الجميع يقف عند حدود النص الاجتهادي في الكتاب والسنة والإجماع والعقل في قضية التأسيس للفتية الإمامية الاثنى عشرية كان لهم الريادة في عملية التأسيس لانطلاقة الوظيفة الشرعية للمكلف يعني أعطوا الفقه مساحة عمل في كل وقت في كل زمان في أي مسألة من المسائل بناء على الفتوى الشرعية من خلال أنت في هذه المسألة تحتاط أنت في هذه المسألة تستصحب أنت في هذه المسألة مخير أنت في هذه المسألة عندك براءة شرعية جميل نشترك شيخ الفهداوي يعني بهذا اللحظ الفقه الصادر عن مدرسة السنة والحديث ربما هو أقل رتبة قد يقول البعض لأن مساحة الاجتهاد التاريخ يقول عند مدرسة السنة والحديث وقفت في القدن الرابع للهجرة بالتالي عملية المواكبة للحاجة وللحدث لم تكن مواكبة حقيقية كيف تعلق؟ الحقيقة هو المذاهب الموجودة اليوم يعني هم تلاميذ عند أئمة أهل البيت إن شاء الله المنهج واحد ربما هناك اختلاف بسيط المساحة التي تعطى في مدرسة أهل البيت مساحة للعقل مساحة واسعة ربما هناك بعض التقييد يعني في موضوع الاجتهاد والتزام بالنصوص عند مدرسة أهل السنة والجماعة ولكن المدرستين أو المدرستان هم يعني تتكامل وتعطي صورة حقيقية لما كان عليه منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر هذا يعني المدرستين في العراق أثر واضح يعني زرعت أمنا زرعت اطمئنانا فتحت المجال الواسع في بدايات القر كان في مدرسة أهل البيت هناك بعض العلوم يذهبون يدرسونها عند أهل السنة والعكس كذلك إن شاء الله هناك تكامل ما بين هاتين المدرستين طيب يعني إذا كنا نرجع إلى القرآن والسنة لأجل استنباط حكم الشرعية أنت قلت هناك مئة نص في الفقه ومئة نص في الأسوة مئة قاعدة نعم نعم قاعدة بالتالي هذه القواعد ترتكز على نصوص قد سبقتها نعم وبالتالي يعني كيف أنا وأسست لهذه القاعدة دون وجود نص إذا كان هناك إشكال حول ذات النص بمعنى نحن نتحدث عن منظومة إسلامية في مدرسة هناك ناسخ وفي مدرسة ذات النص هو منسوخ فبالتالي ألا ترى أن هناك اختلال بمعايير اعتماد هذه القاعدة أو تلك طبعا من الأمور اللطيفة جدا في الفقه يعني لمن يحضر الله سبحانه وتعالى يعني يوفقه لأن يحضر بعض الدروس يجد أنها مباحث موضوعية جدا يعني تبتعد عن أي شائب عاطفية النقاش العلمي نقاش موضوعي جدا وعليه هناك مبحث من المباحث يدرس في الحوزة اسمه التعارض بين النصوص أو مبحث التعارض التعارض يعني كيف يعالج هذا التعارض أصلا في نشأة القاعدة أو في نشأة بعض الأحكام الشرعية أو أسبقية الناس أنا لمثلا اليوم إحنا عدنا وقت المغرب أنا تناقشت واحد من المنكرين قلت له وقت المغرب تحديد وقت المغرب تقول أنا أقدر أطلع فتوى عدنا رواية تاني صحيحة تاني وحدها تقول غياب الحمرى المشرقية وحدها تقول غياب قرص الشمس طيب لأنه صحيحة تاني الاحتياط يقتضي غياب قرص الشمس ولهذا اليوم تجد الاختلاف بين مدرسة أهل السنة والجماعة ومدرسة أهل البيت إنه غياب القرص يؤذن أخوتنا وإحنا ننتظر غياب الحمرى المشرقية لأنه مقتضى الاحتياط عادة الجمع بين الأدلة جمع بين الأدلة غير المتعارضة يقتضي الاحتياط بس إذا كان حرمة وحلة يقولون بالتعارض يسقط الدليلان هذا تعارض 180 درجة تنافي فهذا ينفي هذا أما في حال وجود مثلا وجوب وأقل بالاحتياط يقولون هذا احتياط وجوبي راح وين يرقى إلى الاحتياط وجوبا إنه أنا عندي فتوى بأقل من الوجوب فلذلك أنا أقول مثلا لا يمكن أن يحدث في الفقه مثل هذا الفرضية إنه أنا في حال وجود اختلاف حول القاعدة نفسها نفسها طبعا هذا في حال إنه الموضوع مو مدروس من كافة جوان بل مئات السنين يعني ومرة يجوز إحنا نروح يا بي نقول نشتاين يقول إذا عدت التجربة بنفس المقدمات لا تتوقع نتاج مختلفة ولكن ما زالت الأمة الإسلامية يعني منذ نزول القرآن والحديث عن السماوات واختلاف السماوات أو خلق السماوات والأهلة ويسألونك عن الأهلة ما زلنا على الرغم هذه السنوات وهذه البحوث نختلف في الأهلة إذن إحنا اليوم مثلا إعادة التجربة بالنسبة إلى إنتاج الفتوى أيضا لها مناهج لأن المنهج الأصولي يختلف عن المنهج الإخباري والمنهج نفسه الأصولي يعتمد على مدارس مختلفة يعني مرة عندنا تقديم بالدليل الأول أن يكون الاحتياط والمشهور يذهب إلى مثل ما يذهب سيد محمد بقر الصدر أنه الدليل الأول أول شيء يذهب إلى الاحتياط في حال عدم ورود النص في حين المشهور شيء يقول أول شيء يذهب إلى البراءة أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان طيب نحن أول شيء براءة ولذلك أنا أقول الموضوع مدروس يعني هذا الاحتمال أنه يكون القاعدة نعم ثبتة القواعد وفق روايات والموضوع مفتوح أي واحد اليوم يدعي هذا الدعاء خلينا أقشى علمي سيد المجابل حاجة إلى الفقه باقية حتى وإن انتهى هذا القرن وجاء بعده ما يضاعف إلى البيئات حتى يرث الله الأرض ومن عليه ولكن قبل قليلا أو في الجزء الأول ذكرت من الانطلاق إلى التقليص فيما يخص الفقه وهل يتقلص الفقه لا أقول بيتقلص الفقه وإنما انصح التعبير بعملية الظهور للفقه بظهور إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف سيكون مستوى الفقه هو بواطن الأمور الآن أصبح الفقه الآن الذي نعيش به عبارة عن فقه مبني على أسس إما دليل اجتهادي أو وظيفة عملية يعني أحكام ظنية بوجود المعصوم لا يوجد ظن لا نقول كلها ظنياً وإنما يكون هناك بعضها ظنياً لكن في زمن الإمام الحج عليه السلام سوف يعم كل فقهنا اليقين باعتبار أنه سوف تنظر بنور إمامنا صاحب العصر والزمان فإذا الفقه هو عبارة عن المقومة الثالثة في الإسلام هناك أصول وهناك أخلاق وهناك شريعة فقه يعني بالتالي المقومة الأساسية التي يعيشها الإنسان عليه أن يفهم حركة الأصول وحركة الفقه بناء على بناء أخلاقي أي أني أتعامل كما ذكر الأخوة والأحبة تعاملي مع الفقهاء يجب أن يكون بمطلقات أخلاقية أن هذا يصنع لي الحكم الشرعي ليربطني بالله تبارك وتعالى وبأمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي لي أن دائماً أكون عنصر تشكيك في الواقع وأن هناك ناس متآمنين عليه لا أخواني أحبائي إنما الفقهاء والعلماء وهؤلاء المجتهدون إنما هم سبل الوصول بالفتية الشرعية إلى الله تبارك وتعالى شكراً جزيلاً لكم سماحة السيد حسين المجاب الدكتور الباحث والأكاديمي شكراً جزيلاً لكم إلى سماحة الشيخ نور الساعد الباحث الإسلامي والشكر أيضاً إلى سماحة الشيخ الدكتور كامل فهداو الناطق الرسمي باسم مجلس علماء الرباط المحمدي من الفلوجة والشكر أيضاً موصول لكم أحبة المشاهدين ألتقيكم إن شاء الله وحلقة مقبلة وبرنامج لا إكراه في أمان الله